سالي وصلنا لفقرة كمان كتير مهمة يمكن اضطرابات تناول الطعام عم يعاني منها كتير من الناس وهي عبارة عن حالات خطيرة عم ترتبط بسلوكيات الأكل المستمرة يمكن يتأثر بشكل سلبي على الصحة والعاطفة والقدرة على تأيضية الوظيفة بجوانب مهمة من الحياة وأكثر الاضطرابات تشيوعاً يا فقدان الشهية العصبي أو الشره العصبي أو اضطرابات نهم الطعام اللي عم تتمثل بتناول كميات كبيرة أو العكس يومنا نعرف أكثر عن اضطرابات تناول الطعام مع الدكتورة ثواب الغبرة أخصائية تغذية يساعد صباحك وأهلا وسهلا فيك يساعد صباحك وأهلا وسهلا فيك اشتقنا لك أول شيء كتير وصباح الصحة يعني والعافية للجميع فقرتنا جداً هلأ بتهم خلينا نخصص صبايا خلينا نخصص صبايا شوي لأنه عن جد معانات كتير كبيرة يعني أحياناً زيادة وزنة عن جد بنشوف صبايا لا بدأت زيد وزنة ما بدأت تنزلها يعني ما حدا عاجب وحاله فخلينا نحكي اليوم عن اضطرابات تناول طعام اللي هي بتأدي أحياناً للسمن أو أحياناً بتأدي للنحافة الشديدة بالفعل حتى هذا المرض بالذات بتصيب الصبايا أكثر من الشباب الأنسة مشكلتها عن الرجل أنه هي انفعالاتها بحياتها بتأثر على شيء اسمه جهازها العصبي يعني ما عندها مثلاً أنه خلص يعني التوازن تبعها غالباً بيكون أقل من الرجل فبتلاقي انفعالاتها فوراً بتركب الأجهزة بتركب مثلاً مرضى الغدة بتعيون إيناس مرضى النهم العصبي بتعيون إيناس حسب طبيعة الاستروجين بجسمها لأنه هي بتتأثر كتير بتغير هذا الهرمون على كل أحوال حنفوت بهذا البرد بالفعل هو عن جد خطير وهم يعني هلأ الفكرة الأساسية مريض النهم العصبي عندك يا بيتعرض لإضطراب شيء بين مركز الشهية بالدماغ ومنطقة رأس المعدة فبيحس عندك يا حتى لو انت لقت البعدة وعطيت أوابر بالشبع بيصير خلل بمركز الشهية بيضل الإنسان جوعان ويستمر بتناول الطعام بيوصل لمرحلة تأذير المعدة منه فبتصير توسع وتدريجه لإله بيأكل بشكل عندها غير مفترض ومفترض جدا ومستمر فبيلاقي زيادات فظيعة بالوزن بعد هالوجبات الهائلة بسبب هالإطراب بين هالمركزين مركز رأس المعدة ومركز الشهية بالدماغ بيصير عندها حالة قابل النفس يعني تقريب للضمين فبيتجي هذا المريض لإما الحالتين العامل لإسمه التفريغ إما تفريغ بيتناول عقاقين مؤزية لجسمه بشكل سريع جدا أو بعملية الأقياء الاستمرار بعملية الأقياء التقية وإخراج ما هي بعد ما أنه استمتع فيها كأكل وامتلاء معده الاستمرار هذا بيضرب مركز الأقياء بالمعدة هذا المركز كتير رهيب جدا حصاص عصبي ما له قطع التبديل يعني للجسم فبتلاقي أنه صار عنده الفتح المعدة وتسكيرها ما عدت بقى بيجي عن طريق أمر الدماغ لمسؤول عنه الجهاز العصبي النظر الودي وهون بيصير الخلل المشكلة الرهيبة فبيصير وقت بيشوف عنده إفراغ إفراغ بيصير بيفوت على الهي وبيقيا على المدى البعيد بيحدث عندي اضطرابات برأس المعدة ما عدت بقى فيه توازن أبدا لأنا شبعت لأنا جعت فبتلاقي يا بي حالات فضيعة من السمن يا بي حالات هاوية من تحت الوسط الطبيعي نعم بيشتكوا الأهالي من هالقصص أنك هيك ما عدت بيعود بيلاقي حل غير أنه هو يأكل ويفرغ فهذا هون بقى بتصير الخلل والمشاكل الفضيعة اللي بتصير أنا معات بقى قدير أن يسيطر عليها نعم يعني دكتوريا خلينا نحكي شوي يمكن كمان هدول القصص أكتر شي عند الصبايا المراهقة للعشرينات يعني بتلاقيهم كيف فينا نعرف أنه فيه اضطراب طعام يعني فيه أعراض معينة بتصير الأهل بيحسوا ولا لا أنه بس أنه فتح شهية في مفاجئ أو ما في شهية أبدا يكون قاعد معيك على الصفرة يأكل لمجرد أنه حتى عملية مضغمة بيعمل ابتلاع الطعام بلع تماما عزرا على هالتشبيه يشتر الطعام اشترار تماما فبيصير عندي أكل واضح أنه أكله سريع مطبيعي بيأخذ كميات من الطعام بعدين بيروح بيفوت لحاله بيقيق حاله أو بيستخدم أسليب رهيبة جدا مثل مدرات بور مولا حالته بسبب عندك يا أو أدوية خطيرة لتعمل عنديها بيحاول يسيطر على مركز الشهية بأدوية عصبية تبع أدوية القواطع الشهية والهيك وهون بيصير فجوة أكبر بعد ما يصير ضرب لمركز الأقياء برأس المعدة على كل أحوال هي هاي الأشياء بتكون إذا ما تتبهوا الأهل أول شي لإلها تستمر معنا وبتصير بقى أسعارتها ورشع الأنارية إلى وراء لإلها أصعاب نعم يمكن تغيرات الهرمونية لدى المراهقين يمكن بتدفعون يجلبوا السعادة عبر تناول الدسم والأكل السناكات اللي بيفضلوه عن طبخ البيت هي أساسا تنشأ عن مقص السيروتونين بالدماغ فهي القصص هاي كتير بتعمل لهم مشاكل بهالقصة بتعمل مشاكل وأحيانا الأهل غير قادرين على ضبط هذا الموضوع بيبدوا يأكل يعني عم يضلب لأكل بالبيت هون قداش الأهل يعني فيهم يلعبوا على هذا الموضوع أنه حتى البرجر يعملوا بالبيت طبع يعني كمان أخذت سعرات حرارية بيجيب الأم بتعرف شو بتحط بالسندويش يعني بتفكي العام لا فعلا هلأ هي أنا الفكرة الأساسية أول شي إنه المحاورة هاي والاستشارة النفسية كتير مهمة بهيك حالي هلأ نحنا كأخصيين تغذية منمشي مع الطبيب النفسي بهي الحالي لأنه هي مرض بده يتعرض شوي لأدوية نوعية معينة من أدوية الاكتئاب ونحنا قديش نحنا قدي بالعلم التغذية كتير منكون حزيرين بإعطاء أدوية الدبريشن إذا كان دكتور مختص وهالقصص هاي وهاي أنا بتعاطى معها هاي القصة لأنه هاي الحالي بده هاي الأدوية هاي لأنه وإلا حيفقد شيء مهم برأس المعدة تبعه مولعبي هاي نقطة نقطة الثاني يوم نحنا كأخصيين تغذية جاني نتعرض للحلول يعني أنا شو بدي أقدم لهذا الإنسان اللي متعرض له المشكلة هاي أول شيء بقدم له الشغلات الأغذية لعالية السيروتونين حتى أرجع لزبط توازن مركز الشهية مركز رأس المعدة لأنه هو خلل بين هالمنطقتين رسالة عم تنبعد وهذاك ما عم يتجاوب على هالرسالة المركز فعم يستمر المعدة بإدخال عم يشيط طعام وهي انتلت فحتى هذا بيعمل مشاكل هضمية رهيبة يعني هذا ما بتتخيل قديش سوء الهضم لي بتعرض لهذا المريض غير أنه بعد ما مخلص الأكل والأمور هاي عملية القياء بتاخد من طائط الجسم عملية عنديها محضم عشرين يوم يعني الإنسان لو بيعرف بعد عملية القياء قديش بين خط بدنه وقت بتكون فيه سموم هذا المركز مو لازم هذا الامرجنسي تبع المعدة هذا الزر إذا بلش كل يوم كل يوم يتعرض للكبس هذا صار فيه خلل وفيه صار دمج طبعه ما عاد فيه بقى شي صلحه يعني هذا من أكتر بعرفه طبعا جراحين المعدة هاي المنطقة بالذات قديش حساسة بالمعدة على كل الأحوال شو بده يساوي؟ يساوي الأهل يبلشوا بقى يرفعوا له المأكلات طبعا سيروتونية حتى يرجع توازن هذا الاطراب يروح المأكلات اللي فيها شيء مهم جدا لهيك حالي نبات اسمه المردقوش هذا المردقوش برجعه توازن الغدة الصنوبرية والغدة النخامية لأنه كمان مسؤولة الغدة النخامية عن توازن مركز الشهية هاي الموجودة لحد مركز الاكتئاب فهي ترجع لتوازنها الكهرباء تبعا تتوازن هالأمور النوم بيعمق بفصاعات النوم الليلي هذا كتير بيهمني المريض اللي عنده الاطراب النهم العصبي الشيء الثاني اللي بيهمني أمره كأكل ومشروبات بيهمني أمره الكاكو الكاكو اللي هو عندك يا سكر وقليل كتير بيعمل عملية شيء اسمه توازن الاطراب هاد والنوطة الثانية خاصة إذا ما كان فيه سكر بوضع شيء عندي إياها حزام على رأس المعدة لأنه صاير هلأ الأمر انفقت من منطقة الدماغ لأس المعدة الحزام وجود حزام على هالمنطقة هاي بيحفزها أسرع لتتجاوب بالأفل الشيء الثاني اللي بيهمني أمره أنه تواجد بعدم الأهل البيتي يطبقوا كميات قليلة يعني ما يعود فيه شيء مثلا قاعد لازم يروح يحضر وجبة ثانية أو بالبراد يحطوا خمسين نوع بالبراد لا يكتفوا يعني إذا كان في عندهم مريض يعني يكون مو فيه مائدة مفتوحة ما تكون هالكميات العالية قدامه لمريض النهم العصبي الموجود ما تكون النقارش موجودة قدامه وعطاء مواد مالئة مثل الوجبات الشوفان لنخالة حتى يصير عندي إياها محاولة لتدريب شيء اسمه الشبع ولو إنه الشبع عندهم يصار فيه عندهم خلل برأس المعدة فهي الأشياء هاي شوي شوي بيلاقي مريض النهم اتراجع شوي شوي لورا من حالته السيئة نعم يعني تعدد الوجبات دائما شيء بتركزي عليه بكميات الليلة مو كتب لا مع حالة النهم العصبي لا مع حالة النهم لا لأنك ممكن تحفزي لو المعدة تشتغل تصرفي شوي ترجع تشتغل مع أنه يكون له ثلاث وجبات نظامية ولا يعمل وجبة أساسية ووجبة خفيفة احتيار نعم نعم ما مع أبدا يكون التأكل بتناول إيدي يعني ممكن أنه تشتغل شجعيه على الصيام المتقطع للنهر جدا والصيام المتقطع ما بيكون عندها أنه نعد نقول له روح عمل صيام متقطع تخلق له حالة بالبيت أنه يكون فيه صيام متقطع على جو رمضان بيعملنا صيام متقطع خلا صحيح الفكرة الثانية البيت كله يعرف أنه هذا هلا ما فيه عنا فطور غدا عشان كل ياتنا نحط الصفرة وتعاكل الشيء الثاني اللي بيهمنا الأمر أنه مثلا تمليله حياته ووقته بشغل بشغلة مادة بيحبة أنه الإنسان إذا هلأ العضاء هاي الحساسة تبع الشبع تلهي بأشياء يحبة فهو سبحان الله إذا لتعاني الأكل شوي شوي عادة أمور توازنه النوم ليلا كتير مهم لهيك حالي الشيء اللي بيهم أمره أنه يكون عندك يا النصيحة مو من الأهل مباشرة بدأ النصيحة ولو أني ما بدي فوت بالتخصص النفسي من أقرانه يعني هو بيسمع بهيك سن إذا كان بيه في سطرة المراهقة من قرينه أكتر من الأهل لأنه ممكن يحسن أنه عم ينهروا يعني ما لهم حاسين فيه أو هالأمور هاي نعم يعني مع هالمعلومات القيمة دكتورة سواعباب بكون هكي ثقرتنا انتهتنا نشكر وجودك معنا إن شاء الله يقدروا هكي الأهل يأخذوا من هدول النصائح حلا سلامة عائلتهم سلامة أطفالهم أولادهم كل اللي بيحبوهم شكرا الله شكرا الله